تعتبر تربية النحل من الشعب التي تلقى إقبالاً من المربيين بولاية معسكر رغم صعوبتها نظراً لارتباطها بالعوامل الطبيعية والتي قد تتحكم غالباً في مردودية المنتوج الحمد لله في الحق المنتوج كان كاين بصحة قليلة مقارنة باستنوات اللي فاتت وقليل بل بزاف بسبب الظروف الطبيعية والمناخ اللي كانت الأمطار ناقصة والشح الأمطار وفي نفس الوقت اللي هي يؤدي إلى شح الغطاء النباتي اللي يظهر ويرعى في النحل وفي نفس الوقت احنا ما حبسناش عن ثم عطيناه بدائل كي نقصتنا الأمطار عطيناه بدائل اللي هم يوفروا له حبوب الطلع بوسلة عبدالقادر أحد المربيين يعمل جاهداً على تقديم منتوجاً متنوعاً من العسل وحبوب الطلع عبر عدة مراحل هنا كنا نقوم بعملية العسر كنا نعصره في الشهد العسل وغادي ننتقلوا كين نفني عملية أحد أخرى هي تعلق طولاً نديروا إنتاج تحبوب الطلع مالعسير نجيبه للمنضجة كين المستدادة كين شوفوا هنا استدادة وفي نفس الوقت راهي في المرضجة ينضج هنا يومنا نزيدوا فانكي نحتل لننضج مليح نديروا في القارورة تصريح عملية جني العسل مرحلة ينتظرها المربي بفارغ الصبر لتقديم منتوجه للمستهلك مباشرةً لكنها لا تتأتى إلا بعد جهد كبير لمواجهة العوائق ترجمة نانسي قنقر